موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بلاتو الزيتون اليوم في هذا اليوم نشيع جثمين الرائد رياض بروتا بألم كبير تونس الكلها تنعى الشهيد رياض بروتا ننعى أسرة الشهيد كافة فريق قناة الزيتون يبلغون هذا النعي ونقعد اليوم مع ضيوف الأستاذ صالح العبدي عسكري سابق والدكتور يسري أدى لخبير أمني مرحبا بكم سيدتي نحكيه على اليوم وتشيع جثمين الرائد والتهديدات الإرهابية التي تطال الأمنيين ونقعد مع هذا التقرير بالروح بالدم نفديك يا شهيد هكذا تم تشيع جثمين شهيد الوطن رياض بروتا في موكب جنائزي حاشد ومهيب إلى مثواه الأخير في مقبرة جلازة حيث تمت مواراته الثرى وقد حضر موكب الدفن قيادات أمنية رفيعة ووزراء من بينهم وزير الداخلية لطف براهم إضافة إلى عدد من السياسيين والمواطنين وخلال كلمات تأبين الشهيد تم إعلان ترقية رياض بروتا إلى رتبة عقيدة وقبل تشيع الجنازة تحول رئيس الجمهورية إلى منزل الشهيد رياض بروتا ببردو لتقديم واجب العزاء للعائلة ثم انطلقت الجنازة إلى مقبرة الجلازة والشهيد رياض بروتا هو رائد بشرطة المرورة ويبلغ من العمر 52 سنة ومتزوج وأبن لثلاثة أبناء وكان الشهيد قد تعرض إلى اعتداء إرهابي بسلاح أبيض رفقة زميله وسط باردو يوم الأربعاء المنقضية قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة يذكر أن زميله الأمني في حالة صحية جيدة كما أنه تم القبض على الإرهابية منفذ العملية نعم ظاهرة إرهابية خطيرة نفقد يوميا عناصر أمنية سواء كان وعسكرية ونعرف أن المؤسسات هذه هي سند البلاد هي ظهرنا على الحدود سواء كان أو في الداخل اليوم عملية إرهابية كما هذه تستهدف رجل الأمن برتبة رائد بسيف عملية فضيعة جدا على مرأة من الجميع في خسط باردو في العاصمة التونسية وما يحدث من نجمه قوله عليه كان مريب وكان لقيت كلمة أخرى أكبر من الاعتداء والإرهاب رأوا قلناها مباشرة للمشاهدين أستاذ صالح قراءتك لهذه العملية الإرهابية بسم الله الرحمن الرحيم هذه العملية الإرهابية تندرج في تنوع والوسائط والوسائل التي أصبحت غير تقليدية وبتطور المسألة هذه تخلينا أن التفكير رأوا الوقوف ضد الإرهاب أصبح يتطلب تكتيكات أخرى وسائل تحوط أخرى الإرهابي ما عادش يستعمل الجروناتبرك ما عادش يستعمل السلاح فقط ما عادش يستعمل وأصبح يستعمل في السكين يخرج من بين المارة لا يحمل أي شبهة وبالتالي هنا الأمن عرضة إلى الاعتداء في أي ظرف كيف يمكن حماية الأمن ثم أنه لا يجب التهويل أترحم على روح الشهيد وعلى كل شهداء الوطن من عسكريين وأمنيين ومدنيين كذلك لأن الإرهاب لا يستثني أحدا ولكن لا نهول من الموت الشهيد اختاروا ربي وارتقى والشهيد يجب أن يوقظ فينا الأخوة ويوقظ فينا الوطنية ويوقظ فينا المحبة ويوقظ فينا التمسك بالوطن ويوقظ فينا الضمائر الميتة يوقظ فينا أنه فعلا نوله نحسه بالأمن نوله نحسه بالعسكر اللي موجود في الشعام نوله نحسه بالأمن اللي يعدي 12 ساعة في الطريق هذا ربما يغيب علينا ما نعرفوش المعاناة وقت اللي العقيد رياض رحمه الله مركز على تسهيل عملية المرور ينطلق من الشارع المواطن المفروض أنه يعني يكون تصرف آخر يعني ويقوم بهذا الاعتداء الفضيع والشانيع يعني حقيقة نأسف لهذا حقيقة أصبح الأمر هذا الأمر الجلل يحتم أنه إعادة قراءة في الانتشار الأمني والمزيد من التحوط وحاجة مهمة برشة أن لا تكون ردود أفعال سلبية يجب أن تكون ردود أفعال إثر أي عمل إرهابي ردود أفعال إيجابية بدون استغلال على سبيل المثال أعطي معناها حاجة لحقيقة أن نتحير أنه نقابات أمنية جاءت التيماتوم للدولة تعت التيماتوم للمجلس النواب إن لم تفعل كذا يعني التيماتوم رو يعطيها عدو إلى عدو مش المفروض أن تشيع روح التضامن أكثر تشيع روح المحبة روح التآخي روح الشعور بالواجب الوقت مش وقت استغلال فرصة طبعا طبعا المفروض يكون التكاتف يحيي فيه إذا كان يكون تصير عملية ارتخاء أو تصير عملية تهميش لبعض المبادئ والقيم يزمها في عملية الشهيد يحيي فينا ذلك لابد من الاعتبار هو اختاره ربي قدمه ربي سبحانه وتعالى هو كما زفه معناها في السماء العليا كذلك يزمه أن يزف في الدنيا مثلا ماش تعزي نحن نشوفه حتى في فلسطين وقت أم الشهيد تزغر معناها تقام الأعراس تقام الأفراح يحتفى به معناها لدى عائلة الشهيد من عزوهاش عائلة الشهيد مفروض توافر حانا صحيح المصاب جلل ولكن معنى معنى الشهادر واللي ليعلم الجميع وأنه رهو العسكري أو الأمني يقول خبزت بدمه مش بعرق جبينه وقت اللي ينخرط في الجيش أو في المؤسسة الأمنية مش ماشي في نزهة ماشي ثم احتمال أنه كل يوم يخرج مش ما مايرجعش ينجب يكون يخرج ومايرجعش يعني هذا يعني خطر المترسد برجال الأمن في كل لحظة ودجال الجيش هم اختاروا ذلك واختاروا ذلك بشرف وأنقناعه ولما قد القسم ما عايش بشي يخزروا راه الوحيد اللي ما يخزرشوا راه أنه خلى أولاد ولا خلى عائلة وذا هو العسكري أو الأمني واضح سيسالح العابدي دكتور يوسري تعليقك لهذا المشهد جريمة إرهابية في مثل هذا الوقت بدا نحب نترحم على روح شهيد العقيد رياض بروتا نقول إن شاء الله في الجنة ورب يصبر صغيراته وزوجته وإن شاء الله أكله ليد اللي عمره سبع شهر في كل شم ويتربى في عز نعرف اللي مشكمة عز البو أما على الأقل عز الدولة المفروض أنها تتعهد بكل عائلة الشهداء مش شهداء الأمن فقط إنما شهداء المدنيين وشهداء الأمنيين وشهداء العسكريين وهذا المفروض كان يصير لأنه لو كان صار هذية ما نلقاوش هالهبه هذية متاع الأمنيين بشي طالبوا بحقوقهم ونرى اللي هو نعذرهم في طلب الحقوق ونعذرهم في الهبه اللي عملوها ونردهم حتى في الوتيماتهم بشي صالح أنا معها وضدهم بعد ننجي في العملية هذه هي عملية إرهابية بامتياز لكن نقول اللي هي عملية إرهابية بامتياز لكنها عملية إرهابية فردية ويلزمها تقعد فردية ويلزمنا نثبته اللي هالسيد هدايا هالإرهابي هدايا وقت اللي عملها العملية القصدية أكيد عملها في مدارك العقلية ولا مش في مدارك العقلية ثم ما عاش كون خطط هذي السؤال اللي حابينا أن نوجهه لك يعني هالعمليات هذه كانت يعني بحد على حد علمكم فردية أم جماعية هو خطير جدا لو كان يكون ثم مخططات من نوع هذي وأنا نقول ربي يسترنا ورب نلطف بينا إذا كان نمروا للمرحلة هذية وأنا منظنش فالحدود هذية منظنش ونقعد ديما نتخاول حذر وذلك علاش أنا دعيت في موقع من مواقع الإلكترونية عملت معها انترفيو قلت أنه يجب الحذر ويجب إنشاء خليط أزمة بالفعل للنظر في الموضوع هذية بالذات السيد هذية شكونوا راه وشكون خطط معاه وكيفاش تم استقطابه إذا كان تم استقطابه وإلا السيد هذية عمل العملية فردية وكيفاش تخلف البروسيس كيفاش تخلف الميكانيزم يعني قصدك العنصر الإرهابي العنصر الإرهابي كيفاش تخلف الميكانيزم كيفاش تبنى الفكر التكفيري كيفاش تبنى أن الأمن تاغوت والتاغوت هذية يلزم تصفيته فانتظار التحقيقات نعم ويلزم نعرفه يا هل ترى سيد هذية نحن شفنا مشهد معناها تسريب خطير جداً إن شاء الله تكونوا مش نعديه إن شاء الله من بعد طول نحكيوه فيه هالتسريب هذية يوريه طول بعد نحكيوه في التسريب نعم طول بعد نحكيوه في التسريب أما على ما يبدو معناها نقول لنا شخصياً معناها هذية إنسان قام الصباح صلى الفجر وقعد شوية في الدار وخرج السبع الدرجين قال وحمل السكين وماشي أسكو يعرف هو الشهيد ولا بيعرفوهش تابعوه ولا ما تابعوهش قبل بنهارين قبل بثلاثة عمل معناها دراسته على الرامبوان اللي فيه الشهيد وعليش معناها شهيد الرائد رياض علش هذك بالذيذ لأنه كبير في العمر 52 سنة لرفلكس متاعه ما عادش هو أصلاً ما نهارنا نقول رايد ما نهارنا قلت قبل تغشو عليها النقابات الأمنية قلتنا بتشوفه رواد في الطريق العام مش معقول ما نهارايد برطبة رايد في المرور ومزال يسير في المرور وقلي هي رطبة قيادية المفروض أنه الرايد ما يسيرش المرور فهمت يشرف على مجموعات معناها هذو ما تساؤلات يجب أن نطرحوهم السيد هذي يسكو تبع العملية تبع الرايد معناها يعرفه هو موجوده يبدو أنه الرايد الشهيد معناها العقيد رياض برطة هو اللي متكفل معناها مشرف على الرامبوان متاع باردو وين تم اغتياله دونك هذي كل تساؤلات ما نجموش نستبقوا احنا ونقولوا هل هي عملية ارهابية جماعية فردية عملية كوموندي ولا ماش كوموندي السيد هذي مجاز في الانفورماتيك وعمره 25 سنوات معناها ما عندوش برشة بطال معناها ممكن عندو عامين ولا عام ونص بطال والمعلومات تقول له ثلاثة سنوات ما زال كيف التحق يعني بالخلايا الرهبية معناها كيفاش أشكو هو بالتحق بالخلايا بخلايا الرهبية ولا مش منتحق أشكو العملية تدخول متاعه كما فسرنا قبل فقط بالانترنت وعن تركي المواقع الإلكترونية فقط ويتبنى الفكر متاعه هما غير ما تخلت في كونتاكت ولا تخلت في كونتاكت أشكو ما تدركوا العقلية على أحسن ما يرام وإلا لا هذي كل سؤالات نترحوها ما نشكوا في حتى شي ما نشبش تقوله عملية مش عربية هي عملية إرهابية بامتياز طبعا وجريمة إرهابية وتحمل المناها اللي أنه وراها فكر اللي أنه وراها فكر تكثيري هذك عليش نقوله جريمة إرهابية البقى هذي كله يجب أن نثبته فيه مدام ما عناش لمعطيات هذي كله أنا أقول معناها الأحسن أنه ما نخضوش في التفاسير اللي ممكن تقلق شوية عملية البحث لكن نطلبه كذلك من الرأي العام أنه ما يهولش برشة العملية وما يردش أنه ثم معناها نسمع فيه سيسالة قبيلة وكأنه سيئ معناها دخلوا الإرهابيين دخلوا في حرب غير تقليدية ومش ندخلوا معناها من هنا فصاعدا في عملية من نوع هذي هذي يختير برشة يجبنا نطيق خصدك محاولة تهدي مش محاولة تهدي لا لا يجب العمل على تعرف ثم عدوى عقلية تتعدى شين العدوى العقلية في النفس ثم ما يسمى أنه ظاهرة تتعمل يتبنىها الآخر بعد يتبنىها وحد داخل ويتبنىها ظاهرة الاجتماعية بش نجيوها أستاذ بما أنك خبير أمني ويعني وأستاذ في علم النفس الاجتماعي نعم يعني نحن قراءتنا للمشهد يعني التفاصيل المسرح الجريمة كما قلت أنا في وضح النهار وبسيف وعملية يعني يعني قتل يعني قتل فادحة يعني حتى العدو ما يعملهش في العدو يعني حبيت تفسيركم لجرأة جرأة الحدف يعني قصوة الحدف وهذا عمل جبال لأن الهدف سهل وفي المتناول الهدف هو مقصودش أعوال مدججين بالسلاح قصود استهدف أعوال يقوموا بتسهيل حركة المرور هذا يعني حتى بحجارة نجد تستهدف عون مرور أين أنا ما قلت شأنه أسلحة غير تقليدي فعلا ثم أسلحة بسيطة وفي متناول الجميع حتى إنسان مريض ومختل يستطيع أن يعتدي على عون أمر قراءتنا قلنا أنه هي عمل مجموعة يعني على حد أنت تعبيرك هذه وراها مجموعة لأنه نزل من دراجة نارية على حد المعلومات يصعب جدا أن يكون هذا عمل وراها مجموعة لأنه إذا كان عمله وراها مجموعة تنجم تكون الخسار أفدح هذا إنسان عمره 25 سنة ما زال حديث العهد ما زال يمكن صار له غسيل دماغ في وقت سريع وقياسي عن طريق الأنترنت أو شيء من هذا القبيل فخرج أول ينجم يكون أول هدف على طرده سهل يعني اعتداء معناها قام بعملية الاعتداء الجبانة هذه إذا كان عمل فيه تخطيط ينجم يستهدف مجموعة ينجم يستهدف دورية خاعدة بيصدد معناها تبادل المواقع يكون العدد أكثر لكن هذا عمل فكر يعني لابد من يعادة نظر المناسبة لم يكن مسئلة أمنين فقط مسئلة علماء الاجتماع مسئلة علماء النفس مسئلة المفكرين أن الناس تفكر على لش الظاهرة هذه توجد فيه شباب هي ظاهرة خطيرة ظاهرة تنجم تكون عندها إفرازات غير ممكن السيطرة عليها تنجم في أي وقت في أي ظرف هنا الرؤية الأمنية يلزمها تتطور مع هذا يجب المواطن يكون يساهم المواطن يشوف عاون مرور لا نسور ربما أثناء هبته أثناء على الأقل تكون عملية نجدة ثم عملية انذار تصير من مواطن من سيارة يعني لأن العاون مش وحده معزول يعني على حد تعبيرك أنت تقول أنه عمل عشوائي غير مخطط غير مخطط أو غير مخطط وأكيد هذا عنده الرغبة في أنه يعمل عمل إشباعا لفكر قبله في ظرف قياسي هو عمره 25 سنة وين قراء وين على يد شكون نتلمذ في العمل الإجرامي هذا معنى هذا في ظرف فخرج وبادر بهذا العمل بدون تهويل وبدون تبسيط هو عمل على غاية من الخطورة ويمكن أن يتكرر طبعا لهنا حماية الأمنين هي ضرورية كيف الأمن يجب يكون متيقظ أكثر يجب عقله يخدم في جميع الاتجاهات أنه حتى يوجه في المرور أو معناها في كورتاج أو في شيء من هذا القبيل يجب يكون متيقظ وفطن لما يدور حوله كذلك المواطن المواطن لمد أن يكون له دور في المنظومة الأمنية المواطن لا يجب يكون سلبي ولهنا نرجع أنه يجب تكون علاقة ود ومحبة بين الأمنيين وبين المواطنين حتى أنه المواطن يستشرف ما يمكن أن يقع من شخص نحن نجم ونشوفه عادة أن الشخص بشخور بعمليه ميكون فيه أريحية كاملة يكون يظهر عليه الارتباك حركات غير عادية وقف ومعنى انطلق معناها بيقوه معنى وين المواطنين يظهر اللي ثم مواطنين هما لأ فهم زميل العون كان متيقض وحب يدافع عليه لكن هذا هو لحق وذلك ويظهر ثم مواطنين ساعدوا في القلقة أما لابد أحنا كلنا في حرب الحرب تستغل حالة استنفار لدى الجميع والأمن مش منوط بالعسكري ولا بالأمن فقط معنا حتى المواطن معنا منواجب أن يساهم في هذا هي حالة الاستنفار كان من المفروض راه موجودة من العمليات داعش على مشارف بن جردين وقتها كان فما خطر يعني بالحدود هي المخاطر راه موجودة ديما وليس للأسف الشديد احنا في كل دقيقة راه مثل هذه العمليات كل ما تصير عملية سمحني دكتور يسري احنا كل ما تصير عملية نتجه في الاتجاهات الخطأ نعم نبدأ نحلل ومعناها نحط في ونلقي بالتهم جزافا شنية من وراء من 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 نمشوش للعلاج الحقيقي ساعة لازم تكون ثم تهدئة لازم تكون ثم تهدئة للمسألة ما تكونش عملية صب الزيت على النار هي النار ما زال تشتعل نعم يزم عملية تأذى ما نجيش مثلا أنا شوف الإعلام رو ينجم يبني كم ينجم يهدب نجي أنا نصور جامعة الجامعة ذا يصلي فيه الإرهابي نجي نصور حومة اللي يسكن فيها الإرهابي وبلبلة على صفحات التواصل وتحميل لكل إعلام الإرهابي هذا مثقف نعم مش المثقف لكل هم إرهابيين الإرهابي هدايا جاء من وسط متواضع ومعناها أوضاع اجتماعية مزرية ولكن مش مل كلهم ومعناها شرافاء إلا حالات شاذة الشاب الشباب مش نرجع لك سي صالح بإيجاز نعم بإيجاز كمل نقطك بإيجاز نعم بمعنى أنه مشينا أحنا للمنطقة اللي يسكن فيها الجاملها الإرهابي للجامعة اللي يصلي فيه نشأت ولكذا لا زملاء إرهابيين ولا دحولتوا إرهابيين الناس اللي صليوا في نفس الجام إرهابي أحنا بش نبحث في نفسيته أحنا نطرح سمح لي سي سالح أحنا في بلاتو بش نطرح يعني مثل هذه القضية الخطيرة على الفرد على المواطن على الأمن على العسكري وبصفة خاصة على الأمن نرجع لك دكتور يسري شنو الأهداف من وراء العمليات هذه اللي تقوم بها الجامعات الإرهابية شو يحبوا يبرزوا شو يحب يقولوا سؤالك وكأنه معناها دخلتنا لهي عملي منظمة ناجم تكون عملي منظمة إذا كانت كانت عملي منظمة نجاوبك نجاوبك نقول لك الهدف منها نعم هو بينسي هي عملي إرهابية وعلى حد وكل واحد ورأيه طبعا يعني كيفاش تشوفها أنت يعني من من زاوية نفسية أنا ما شوفهاش منظمة شفتلي سيد لو كان جات منظمة ما تكونش في واضح النهار وما تكونش معناها سيد معناها تضربه وقعد يقعد يبشي عادي معناها معناها اللي قام به معمليش حتى حماية لنفسه معناها ظاهر مش يضرب ومش تشد واضح معناها على الأقل كان معناها لو كان جاء منظمة وكانت عنده معناها أسلحة أخطر كانت عنده معناها مسلحة يكون أكثر كان يعملها في الليل كان يعملها معناها في مجموعة مش بسلاح فردي معناها هموا عملية الذئاب المفريدة تنطلق من الأسلحة العديد هذا كان لاش كل تانا راهو أنا بنعتبرهاش منظمة لو كان أنه حتى لو أنه نعتبرها منظمة راهو اختر أنه نعتبرها منظمة لأنه إذا كان منظمة شو معناها معناها إيحاء وكانه استنفروا ونعملوا نفس العملية وكانوا معناها تولي كما قلت قبيلة في اللاوعي في الضمير الجمعي متاع المنظومات هذية ومتاع الارهابيين هذو ما طب كل واحد قدوا يخرج بسكينة وبيش يولي معناها مودال عنده سيئة الارهابي هذي وهذي ما يزينيش مشوفيه وهذي أنا قاعد نبه عليه وننبه ليه السيد هذي عمل العملية فردية السيد هذي معناها ما ينجم يكون في جزء منه معناها ثم خلل عقلي كالكبار ثم ثراب نفسي كالكبار بيش نجم معناها عملها العملية في مخهوة شجاعة في نظر الناس هي عملية جبال وهذاك علش قلت إن شاء الله وهو راه دي من أكد اللي هذا موقف نحن لا نتبنى حتى موقف فقط فما تحقيقات قاعدة تسير وتوصلنا معطيات من داخل غرف الإقافات إن شاء الله يعني التحقيق ياخذ مجرى وإن شاء الله تكون معناها دعوتي أنهم يعملون معناها مش فقط طوى السنطقات إن شاء الله يعملون لوا تحليل ساعة معناها على المخدرات وتحليل معناها على الأشياء هذية وإن شاء الله كذلك يعديوها على طبيب نفسي خبير في الإجراء نعم في الطب الشرعي ويعطيونا على الأقل هالسيد هذية إشنيا ما يداركوا العقلية وكيفاش معناها عمل العملية هذية كل ورغم ذلك أنا لا أبرئه عملية إرهابية طبعا نحن لا نبرر يجب يتحمل مسؤوليته الجزائية فيها يتحمل مسؤوليته الجزائية فيها لأنه طبعا طبعا ثم يكون يقول لا أنتم كي مش تقولوا راهوا معناها ممكن عملها في ظرف معين معناها تلوجوله في ظروف تخفيف نحن لا نبحث عن ظروف تخفيف نحن نطلب تسليط أشد العقوبة وهي الإعداب على الشخص هذي نحن طبعا في هذا البلاتو نبحث في خفايا هالإجرام هذا بش نحط الجريمة في كي ما قولوا في إيطارها مناش بش نستخفوا بهذا العمل طبعا وكلمة تهديئة راهي بين قوسين تفضل بها سيد صالح فقط يعني كي ما قلت كي لا يزيد يعني تزيد الإشعال نار الفتنة يعني التهديئة ما أقصده هو التهديئة في اتجاه اللحمة وطنية ما هواش في اتجاه مزيد من الفرقة مش في اتجاه كل واحد يحاول يستثمر الاستشهاد عملية الاستشهاد هذه بالبالعكس عملية استشهاد يجب تحيي فينا القيم والمبادئ والروح الوطنية وكيف كيفية تفاديها في المستقبل لأن الفوضى الموجودة سواء على صفحة الاجتماعي أو على بعض وسائل الاعلاب تحجب عنه الرؤية السليمة والصحيح طيب أستاذ صالح كيفية تفسر هالخلايا النائمة اللي نسمعه دائما بعمليات تفكيك خلايا يشتبه بانتمائهم لخلايا ارهابية في أحياء مرى داهمين على بيت مخزن مرى أسلحة وتحس أنه الخلايا منتشرة خاصة بالأحياء اللي تكون شعبية أكثر كيفية تفسر وأنت خبير طبعا الظاهرة الظاهرة هذه لا هيش خاصة ببلادنا بل ربما تكون في بلادنا هي الأخف أحنا شبابنا نعيش حالة من الضياع شبابنا خاعد يعيش يرمي يروحوا في البحر شبابنا خاعد يلوج على متنفس فين يلقاه أحنا خاعدين نعانيه في نتيجة امتاع عشريات سابقة هي خلفتلنا الجيل هذا اللي منبت الجيل اللي فيه نسبة كبيرة يعني ضايع وتائها ومش عارفة أي وجه هذا هو ما ثماش ما ثماش تنظم التنظم أصبح قليل أصبح نادر أستاذ سي سالح ديما نحب نحكي معاك مش من وجهة نفسية اجتماعية نحب نحكي معاك كخبير عسكري وخدمت حضرتك في الثمانينات يعني في زمن فارت نعم تلقام العسكري كي قلت لك هذو من الخلايا والترتيبية تتكون في أحياء كما نقول احنا فيه دغاغر بلغتنا البسيطة وفي الوقت هذا بالذيت دخول أسلحة بعد الثورة وعملية التنظيم في حد ذيتها وستقطاب الشباب كيفش تفسرها انت يعني كخبير عسكري وشنو الثغرات اللي خليتهم ينشحوا في تكوين خلايا نائمة شبابنا غير محصن ضد الآفة من الإرهاب يلزم العمل على تحصين شبابنا بالتوعية وب الإحاطة الإجتماعية والنفسية وغيرها والتأطير والإنفلاتات اللي صارت بعد الثورة وبعد توافر السلاح في ليبيا وبعد محاولات أطراف خارجية العمل على إرباك الأوضاع في تونس كل هذا سهم ثم أموال خارجية ربما تدعم بشي تدخل السلاح ثم أطراف خارجية لا تريد الاستقرار لهذا البلد فبالتالي تحاول طبعا جزء من الشباب وليس كل الشباب تحاول تستدرج جزء من الشباب عن طريق بعض العملاء وبعض الخوانة لاستدراج الشباب وتأطيرهم في ما يضر بالبلاد لكن الحمد لله أربع العالمين نعمل مقارنات وشوفوا تطور الأمور نقاوض ظهر هذه قاعدة في انحصار كبير برشا والعملية هذه رهي دليل وأن المسألة في انحصار ومسئلة التنظم مسئلة الخلايا النائمة قاعدة تتفكك والمجهودات الأمنية والمجهودات العسكرية ربما ثم حاجات حتى غير معلنة والأخبار اللي قاعدة كل مرة نسمع في HAS دليل وأنو الإرهاب قاعدة في انحصار ولكن لا بد من عمل على مستوى آخر لا بد من عمل على مستوى إعلامي لا بد من عمل على مستوى المعاهد لا بد من عمل على مستوى الجماعات لا بد من توعيد الشباب بمخاطر وتأطير الشباب احنا نلقاوه حتى الوالدين مش مسؤولين على ولادهم نلقاوه حتى معناها ما نعرفوش ولادنا وين معاشكون فين في الانترنت وين ماشي شي يعمل شي قاعد يعمل معناها مش ساهلة معناها عملية تربية النشأ هذا عمره 25 سنة كانت شوفته تقاه في قطيع على أسرته ربما ربما قاعد يعمل في حاجات ما يعلب بها حتى حد ولهنا معناها لابد من التأكيد أنه عدم حشر الأسرة في التهمة المتهم واحد برك ما هوش مجموعة ما هيش عائلة ما هوش عرص ما هوش حي واضحة أستاذ صالح احنا نقعد وفاصل ونعود إلى البلاتو أنتم تشاهدون دوما الزيتون اليوم في هذا الموضوع الحساس الإرهاب الشباب ويعني التهديدات الإرهابية التي تطال الأمنيين اليوم شبابنا كما في كل مرة نحاولوا أنه نسلطوا الضوء عليهم على ظاهرة تفشيت لفترة يعني يعني خلال هذه السنوات بالذات بدت الظهرة تبرز أكثر لو تحكينا أستاذ أو دكتور يسري ما هي الحلول اللي يمكن أو من شأنها إنها تحمي شبابنا واتبعدهم عن مثل هذه المستنقعات شوف الخلايا الإرهابية والخلايا الإرهابية الناشطة والنائمة كانت موجودة قبل الثورة وكانت في حدود 315 320 خلية كل خلية متكونة من 3 أربعة يعني في مجموعة كانوا مصنفين في قبل الثورة قرابة 1700 نفر معناها يشكلوا خلايا إرهابية اللي ديار تشدوا منهم برشا وبعد الثورة معناها تسايبوا وهما يكونوا معناها من بعد أنصار الشريعة وغيرها العمليات الإرهابية ديما تتشكل من الداخل لكن ديما تمّا مساعدات خارجية أكيد لأنها لعبة مخابراتية بالأساس وقت اللي نحبه نهدكو أمن بلاد فنبدأولها من داخل وكيبش نبدأول من داخل نبدأولها بشبابها بشبابها اللي كيما قال سي صالح اللي ما هوش لاقي مشروع ما هوش لاقي دعم من الداخل ما هوش لاقي دول ثقافة ما هوش لاقي دول شباب ما هوش لاقي معناها حلول ما هوش لاقي شغل ما هوش لاقي لهوة ما هوش لاقي الوزير ما هوش لاقي تأثير ما هو لاقي حتى شيء فهذا كي يولي سهل الاستقطاب متاعه معناها الناس هذو ما راهوا مبدعين في طرق الانتداب متاحهم وزادوا أبدعوا بعد الثورة في طرق أكثر معناها تكنولوجية وأكثر معناها علمية وقلنا اللي راهوا أغلب الناس اللي تم انتدابها تم انتدابها عن طريق الانترنت وعن طريق البوابات الخاصة وعن طريق المواقع الخاصة بالإرهابيين هذو ما أو بالمجموعات الإرهابية العالمية مهيش تونسية فقط ومهيش منشارات لمنى ولا منى فقط يعني عالمية قلت دونك الحلول اللي حكيت عليها وتحبني نحكي عليها هي مهيش حلول فقط معناها أمنية وقلناها من قبل راهي الحلول الأمنية فقط ما تقتعش دابر الإرهاب لصحيح احنا الأمن متاعنا عنده طبع عامين ولا عامين ونص من اللي بدأ الحق يرجع يكتسب المناعة متاعه وبدأ يشد في خلايا كبيرة إرهابية وبدأنا نقطعوله في الموارد متاعه وبدأنا نشوفه اللي قلت عليهم الحيلة إلى أن شفنا ولو فرادة ولو ينشر الفكر وما يلقاوش كيفاش يأطروه أنا رأي الشاب هذية لو كان لقاء كيفاش خيط بش يمشي ويتأطره وقاعة تأطيره ولكن هذية والحمد لله ما صارش هذية يدل على أنه تم مجهودات أمنية كبيرة برشا قادة تخدم دونسو صنص دونك شنو الباقي طب الباقي هو مواصلة المجهودات الأمنية إعادة وقلناها من قبل إعادة العمل على إعادة نشر أو انتشار المجموعات الأمنية في كامل تراب الجمهورية إعادة نظر في طرق اشتغالها مش معقول احنا شفنا في عملية إرهابية شفنا بعد حتى أعوان المرور كانوا مسلحين اليوم معناها بدأت بشوية بشوية ترجعها ورجع سلاحة لا تخرجش بسلاحك الفردي لا تخرجش كذا فهمت اشتغال في العمق عليه قطاع ثقافة قطاع كبير برشا يجب أن نشتغل عليه ما ثماش اشتغال عليه القطاع الديني نفس الشي ما ثماش اشتغال عليه كبير برشا دونك أنا نحس كونه اليوم ما ثماش تطويق لهالظاهرة هذه ملتي دي سيبلينار أو متعدد بالاختصاصات دونك إذا كان بش نقعده في نفس الاتجاه هو الاتجاه الأمني رانا ما نهاش بش ننشحه راه حتى لو كان معناها تبرد لأنه كانت خلايا نايمة بعد ثورة رجعت خلايا ناشطة طيب بدأت ترجع خلايا نايمة وهوني اختر لأنه ما تعاش على روحك وقتاش تجي ضربة وهوني معناها يلزم الدولة ويلزم الحكومة تفكر وقعد تفكر وعمل تليجان وعنا اليوم عنا إدارة عامة كاملة عنا إدارة عامة قطب كامل اللي هو قطب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة هل قطب هذيه عنده عامين من اللي بداية يشتغل ما سمعنا عليه حتى أنتقش هل قطب هذيه ما سمعنا عليه حتى عمل في الاتجاه أنه يكافح ويدرس في الجريمة المنظمة والعملات وهذا بش نجيوها النقطة هذي نحب ونفهمه نحب ونفهمه يا هل تراها هل قطب هذيه شوفرت له أنت مش معناها راه ونقلل من شأن الناس اللي تقدم في وسطه لا أما أنت شوفرت له بشي ناجم يخدم من حماية فيه نوعي أما أنه كفاءات كبيرة برشل لكن شنو وهو وفرت له له شنو وفرت له من آليات شنو وفرت له من نوايار حتى الحماية زادة مهمة جدا هو حيوفيه فهمه حغم القلب من فضرة بارشل ما نحكي عن القطب هذويها موش نحكي على القطب القضايا نحكي على القطب الأمني نحكي على القطب الأمني القطب القضايق قاعدين نشوفه في نتائجيه قاعدي كل يوم معناها ثم ام لوضاعفيه معناها عديد الإرهابيين لكن لكن فما احتجاجات في صفوف الامنية استاذ فما نقص في الحماية اكيد شوف انا نحكي هذية انجنرال نحكي على القطب القضايا لدراسة الظاهرة الارهابية والجريمة المنظمة اش وفرتوله من امكانيات لوجستية ومن امكانيات مادية ومن امكانيات علمية بيشتخدم في القطب هذية وبشتعطي مقترحات لانه دوره كما دور المركز الدراسات السراتيجية اللي اليوم نلقاو عليه سيناجي جلول في الوقاية من الارهاب هذو مازوز يجبهم يخدمون بعضهم ما نشوفهم فيهم يخدمون بعضهم هذو مازوز يجبهم يشكلوا استراتيجية تونس للدفاع ولمقاومة والتصدي ومكافحة الجريمة المنظمة والارهاب وين العمل هذا للأسف معناها نعرف لي ثم معوقات هيكلية كبيرة برشا تابع شكون معا شكون تحت امرد شكون الفلوس موجودة وانا مش موجودة هذو معناها يلزم حث رئيس الحكومة وحث معناها ووزارة الداخلية انهم تمكنهم ويبعثوا للكفاءات العلمية ويشركوا المجتمع المدني مش منغلق على نفسه فهمت ويقاوموا في الجريمة المنظمة هذي دور احنا احنا لينو دعينا الحاشم من نوع هذي دعينا لوكالة استخدارات ودعينا لوكالة معناها بشقاوم هذي عملنا الوكالة هذي عملنا قطب كامل سميناء قطب القطب الأمني مكافحة للارهاب والجريمة المنظمة عليك انك تدعمه عليك انك تفعله عليك انه هو اللي يفركز لك على الحلود من خلال استدعاء والدراسات والبحوث والتشريك معناها كما قلت المختصين في المجالات في علم النفس في التاريخ في السوسيولوجيا في الدين وقيام بعمل حثيث للأسف نشوفه فيه واضحة أستاذ احنا عنا لقطات مسربة من التحقيق مع المتهم في عملية باردو الأخيرة واناكد اللي اللقطات هذي مسربة من الفيسبوك ونسوقها بكل تحفظ نقدم مع اللقطات إن كانت جاهزة هذا هو تسريب تحقيق في غرفة إيقاف ونحن نعرف تسريب مثل هكذا فيديو يبنى ويحرمه يعني يجرمه عفوا القانون ما تعليقك أستاذ حقيقة شيء مستغرب جدا نعم أنه في نفس اليوم اللي يصير بث أسرار يعني مفروض العملية برمتها تكون محاطة بسرية كاملة حتى صورة الشخص نجد تكون ثم حاجات أخرى لقدر الله منتظرة بهذا التسريب يعني يصير إبطال مخططات أمنية يصير إعاقة أي معناها نشاط أمني الحقيقة هذا عمل يجرم ما كانش موجود عنه قبل ولا هذا يعتبر من الإنفلاتات لأنه معاش ثم محاسبة للأسف الشديد تم حاجات يجب التفريق ما بين الحرية حرية الأعلام وحرية تنشر ما بين حرية الأمور الأمنية ثم لا بد يحاطط الموضوع بهالة من الكتمان هالة رهيبة من الكتمان وحتى حد ما عنده الحق بش ينفذ المعلومة واللي يملك المعلومة بحكم العمل أو مصادفة وخاصة بحكم العمل أن يسربها يجرم حقيقة ولا بد من فتح تحقيق أنه إلى حد علمي صار تحقيق في المسأل إذن قضائق ثم مسألة أخرى لو تسمح العملات الإرهابية ما نشق نشوفها في الردعة الدكتورة ذكر الإعدام حقيقة هذه الجمعيات الحقوقية بصراحة تكف على المنادات بعدم تطبيق حكم الأعدام في القضايا الإرهابية على الأقل والجنسية القضايا الإرهابية والجنسية ثم قضايا ما فيهاش حل هذا عملية بردو ثم برش عمليات إرهابية مع مرور الزمن يتناسى ويبدأ في السجن في ظروف يعني طيبة ما عندوش منش بشي خاف راهو ما ثماش ما يردع على الموت إلا الموت القتل ما ثماش حاجة رادعة بخلاف القتل هذا ماشي بإذمار وترصد وبأرياحية ويقتل ويستنى خاطر عافروح مش بشي تقتل لو عارف روحه هذه قضية كاملة الأركاء واضحة فيش يستنى القضاء واضحة ظهر لي ما ثماش مبر أنه يستمر الوقت في ما تصيرش عملية تردع حتى تشفي صدور الأمنيين الناس اللي تنادي في اتجاهات أخرى وكذا وعايلتوا على الأقل لابد من شفاء الصدور شكرا واضحة سي صالح نعم سيد دكتور يوسري ما هي النواية يعني من تسريب مثل هكذا فيديو شوف احنا هون مش مش نحلو انا مش نطرح تساوليات كيف يتنتهي مهم ما وانا نحب إجابة شو النواية لا ما نجبس نجاوبك ما نجاوبك ليانو ما عنديش إجابة انا عندي تساولات نعم تفضل السيد اللي يسرب الفيديو هذيات ايش حبي يقول حبي يعطي معطيات اذا كان ثم الناس وراء العملية حبي يعطيهم معطيات كونه سيد مش يقول رانا واحد وراه شهادة تفكر الشهادة هذيكة مش هو ما يعرف كيفاش يتصرفوا حبي يقول اللي اتهناه واتمانه اللي راه قال انا نسكن في دار بابا ومع بابا ومي حب يهنيهم اللي قال كونه خرج من دهرهم الصباحة بعد ما صلى ستاة الفجرة ش حبي يقول التعديام تاع المزيل تم تساولات تساولات اخرى السيدة اللي حبي يعدي او اللي عدة تسريب هذيك حبي يقول اللي راه هاو موجود معنا وفيه ضمانتنا ورانا نتحكم فيها حبي يقول هاو تحت معناها اشرافنا ووجودنا مدام احنا موجودين نصوروا فيه دونكم موجودين حب يقولوا ويعطيوا ويمروا المساج كونه تهناوا عليها او في اياد امينة عن نحنا ودائما نراه انسوقوا ولا الفيديو بتحفظ راه يعني فردا اذا كان هو الفيديو المسرب يعني اذنة السلطة القادرية نيابة العمية بفتح تحقيق في الاتجاه هذيه انا ما نقولش نستنى كوزير الداخلية وهذه دعوة للسيد وزير الداخلية سيد لطف ابراهم بفتح تحقيق اداري حالي وآني وطود سويت ومحاسبة من اعلى المشرفين على الادارة حتى الناس اللي قاعدة تحفظ على هذك وضح دكتور مزيلة نقطة نعم خطر جدا خطير جدا هذيه اللي صار هذيه فضيحة هذيه في الامن يعني غدوة يسترب مثل هذا الفيديو للناس قاعدين يقولوا على الامن يعني هذيه ضرب للعمل الامني في العمق انتاعه هذيه اخطر يعني الراها انا اخطر من العملية يعني الارهابية في حد ذاته هذيه عملية ارهابية من الداخل هذيه عملية ارهابية توازي العملية الارهابية انطاع اللي يقتيل فيها الشهيد رياف بروك واضح دكتور نقعد ومازال القليل من الوقت نحب نحكيه فيه على حق الامن اليوم يعني الامني رجل الامن نودعوه الشهيد نودعوه وبعد فترة تصبح هناك مشاكل من ناحية الجيراية الي يقصوها لفترة فما مشاكل اجتماعية يعني تشهدها عائلة الشهيد كيف تفسر هذا الحق ربما الضائع هذا نقران للجميل نقران معناها لانسان يقدم اقدس ما عنده اللي هي روحه المفروض في الدولة يكون ثم مؤسسة تسمى مؤسسة الشهيد او شي من هذا الخبيل تلتعنا بعائلة الشهيد بابناءه تمدرسه متاعه مستقبلهم كل ما يخص العائلة حتى انه تكون عائلة الشهيد منارة في الحي هذاك ولد الشهيد فلان يعني حتى حد من الشعب شلومك يقول لك عليش عملت معائلة شهيدك عليش ميزت عائلة شهيد عائلة شهيد يجب ان تكون مميزة مش معقول اسمعنا انه جراية تتقص مش ممكن انه شي لا يقبله العقل يعني كفاش تحب الامني او العسكري يبقى في الميدان وهو مرتاح هو يبدأ مرتاح ما عندهش مشكل مع الموت ما عندهش مشكل انه يفدي الوطن بالدم متاعه ولكن عنده مشكل في ظهر وعنده مشكل في عائلته لو انه العائلة ذي لا ما تلقاش الايحاط اللازمة يعني ما يكفيش الحماية يعني ضيع الحماية وما يكفيش حقه بعد موته وبعد استشهاده بالفضل حق هنا حق للأسف شديد في المنظوم اللي عنا في تونس حتى بعد الثورة نلقاوا الامنيين والعسكريين هم اقل حقوق نشوه نلقاوا ضحايا الاستبداد من العسكريين هم هذا ما صار لك نعم من العسكريين والامنيين هما في مرتبة دنيا في نيل الحقوق بل فيهم اللي لحد الان كما المجموعة الامنية سبعة وثمينة عام ما عندهمش ابسط حقوق المواطنة وما عندهمش الحق في التقاذي العادري وما عندهمش الحق باش يجلديهم يواجهوهم في المحاكمة احنا البارح للجلسة 13 من محاكمة الناس اللي قتلوا رائد من الجيش التونسي بدهاليز وزارة الداخلين اللي هو الشهيد محمد المنصوري وتعذيب طلة من العسكريين والامنيين للجلسة 13 تؤجل جلسة 14 نار 21 ديسمبر بدون حضور المتهمين والمتهمين هذا ما يلقاه عندهم حصانة عندهم حصانة حتى من اعلى هرم السلطة اكبر المطلوبين اللي هو الجنر الحبيب عمار يستقبل من رئيس الباجي قايد سبزي اللي هو قايد اعلى القوات المسلحة في مناسبتين وهو مطلوب من العدالة وهو معناها معروف معروفين باماكنهم يقعهم كيفاش تحب الامني والعسكري يعني يقولك انا منتهك حتى كنت انتهك حرمتي ما ناخذش حقي لقبل الثورة ولا بعد الثورة حتى كنستشد في ساحة المعركة ولاد يضيعهم بعد لا بد معناها من ان تكون ثم حوافز مطمئنا ان تكون ثم اجراءات مطمئنا للعسكريين والامنيين خاصة يزب الشهداء هذه منظمة خاصة بهم سوى تابع وزار الدفاع ما تكون تابع وزار الدفاع لان ما هيش منه من احد انك شهيد انك تكرم عائلته تقرن ولاده في اكبر الجامعات تهتم بهم وتواصلهم ما هيش منه من اي حاجة هذا الوطن هو في داروحه الوطن الوطن يزب العائلة دي كيرعاها حتى يكون ابن الشهيد فعلا معناها منارة او بنت الشهيد معناها من غير المعقول انه يكونوا العسكريين والامنيين مهضومي الحقوق سوى في المحاكمات سوى ربما الامن عنده الحق انه ربما اعذروا النقابات الامنية اذا كانت غير مسيسة الامن عنده سلاح اذا كان يخطئ اذا كان هو يستعمل سلاحه دفاعا عن النفس عتيتوا قم بلنتي يدخل للسجل لو احنا نفترض الرياضة لا يرحموا شهيد العقيد الرياضة استعمل سلاحه واقتله ربما راهوا متهم لانه ما ثماش قانون ينظم ما ثماش قانون يقطر العملية الامنية ومسك السلاح ومتى يستعمل السلاح وهذه كانت نقطة الاحتجاجات الامنيين في فترة سابقة لضرورة حمايتهم انا مع الامنيين ومع العسكرين في هذه المسألة انت عتيتني سلاح ما نعمل به وقتاش نستعمل وكيفاش نستعمل وقتاش تحاسبني وقتاش بتحاسبنيش وقتل نستشعر نختر نستعمل السلاح ولا ما نستعملوش ولكن هذا لا يصل كما ذكرنا بكرا ان يصل الى التيمطام ونقابات وتهييج نعم هذه اثارت مخاوف بعض المعارضين وخافوا انه الاستعمال هذا يرجع بالضرر يعني على مصالح المواطن هو الى حد الان نغذيه فكل هو الموجودة قبل خلقها نظام المخلومة بين الامني وبين المدني ما يحبوش بعضهم احنا تقول نحبوا نحبوا بعضنا لما ينادي الامني بقانون زجر الاعتداء ما معنى هذا احنا عنا من القوانين عنا ترسانة من القوانين قانون الهايه برد قادر لو يطبق يحد من جملة من الاشياء ولكن انك انت توصل تهديد عنده الحق المجتمع المدني لما يخاف لانه ثم استقساد من جانب اخر ثم محاولة تعتوظيف قلنا نعرف النقابات الامنية فنظروف الصيادة لماذا ما عناش نقابات عسكرية نعم واضح ما تماش نقابات عسكرية وهذا من فضل لاربي انا ما عناش نقابات معناها في المؤسم تعنا العسكرية وهني مزلت معناها محافظة على الضباطة محافظة على تضامنها محافظة على وحدتها نلقاه النقابات الامنية في فلتة من الفلتات في ضعف الدولة تكونت اسة النقابات الامنية نقابات الامنية يجب انت تنقابي اهتم بامور نقابية ما تدخلش تهدد البرلمانيين وتهدد زعمال الحزاب بمعنى انت رك ارسلت رسالة الارهاب رو نهار 25 نوفمبر يادك مطلوقة وشكلها مختير هذا احنا مع حماية اصر الشهداء مع رعايتهم مع يعني توفير شكرا شكرا لك استاذ صالح نرجع مع الدكتور حق الاهل او عائلة الشهيد يعني بين انقطاع الجراية وبين الانتظارات والمعاناة وكيما قلت زوجة الرأد تحمل في بطنها جنين ان شاء الله رب يوصل ويوصلوا بسيلم يعني هو اشكال وبشي دوب لكن انا نعرف حسب تصريحات نقابة الامنية ما هوش يخليه اسرة الشهيد كيما ما خلاوش برشا اصر انتع شهداء امنيين لكن رغم ان القانون يكفل شوية يعني التعويض لكن بعد قداش بعد ما تتقص الشهرية وبعد ما يتقص الروتريات بعد ما تجي كان ماخر فترة فراغة طويلة فترة فراغة طويلة ايب خاصة للناس اللي يعايش مع والديه وما هوش متزوج وبرر اثبت هذاك معناها في كفالته ولا مش في كفالته هذي معناها ما نش في تحكيه فيه برشا لانه فيه برشا ضيب فيه برشا ضيب القانون حاول انه يقعد تغطية لكن ثم برشا من الناس اللي جرحوا وليمزالوا موجودين يخدموا في المؤسسة الامنية ومزالوا مخداوش تعويضات ومزالوا حتى معناها العناية طبية ماهيش كافية انا نحب نعقب شوية على سي سالح وعلى المطالب متاع الامنيين بمعناها احداث او ب يعني القانون تجريم الاعتداء الاعتداءات على الامنيين نحب نقول اللي من اللي بدأوا يطلبوا الامنيين في المطلب هذية وانا قلت راهوا الاشكال مش في زجر الاعتداء الاشكال مش في زجر الاعتداء على الامنيين الاشكال وقت اللي تعمل انت مجلة امنية تحط فيها كل شيء مش قانون هذية شوية مننا وشوية مننا وشوية مننا احنا عنا فصل قانون عدد اربعة المؤرخ فيه اربعة وعشرين جنفي الف وتسعمية وتسعة وستين متعلق بالتجمهر والاجتماعات العامة والاستعراضات والمظاهرات هذية كان تعمل فقط في حالات التجمهر فقط في حالات التجمهر او في الاستعراضات او الاجتماعات العامة والمظاهرات انت اليوم من غير هذك عندك بعد الثورة ولات تم عمليات الترهابية واستهدفات فردية وتهديدات معناها على الاشخاص الامنيين والمقارات الامنية ما عندكش قانون لهذا شنون ينعمه نحظه قانون اخر وإلا نغيره في القانون عدد اربعة ونظفوله حاج اخرى انا اقول لهذا لهذا يا اخويا نعمل مجلة امنية ونوضح فيها هو شنون الاشكال الاشكال كونه وهذا يواضح الاشكال شنون الاشكال كونه الامنيين يطالبوا حقهم في الحماية وانا معهم في هذاء والمجتمع تلمونت ليع من بعض يعني السلوكات اللا امنية من قبل الامنيين في عهد المضاء وللأسف شوية منها منزلوا الى حد الان يقول لك انا ما نعطيهمش الحماية هذي السحيح دونك عنا بين نارين اليوم تجي انتي تضغط وانا نعذرهم في الضغط لكن مانيش معاه نعذرهم في الضغط نقول اليوم عندهم زميلهم متوفى لانه ما ثماش حاجة تسجل لاعتداء الامنيين دونك هما ي في مخيلتهم انهم يلزمهم يطالبوا بحاجة منه هذي نواب الشعب اليوم يقولوا احنا مستعدين نشوفوه انا نقول مستعدين نشوفوه ومعه ان نشوفوه لكن يكون في اطار شامل شو معناها في اطار شامل يا اخي نضمن حق الامنة لكن نضمن حق الشعب في دولة ديمقراطية ما هيش دولة بوليسية دونك في هذي يقولوا وش نزل ما نعمل نزل ما نعمل مجلة امنية نحط فيها اش ما جاء في القانون عدد دربعة من عن سنة 1969 هذك نحطه كما هو وانا الراهلي هو معقول في المظاهرات وتظاهرات وكما تدرج لكن نزيد فيه كل الاوجه الاعتداءات الفردية وعلى المقارات اللي تجب تكون وكيف كيف نجرمها نحط كل فيه كما مرجعية متاع خطة ووظافة مجلة هذية تضبط كيف اكوا الامنيين اشنو يزمو يعمل اشنو المرجعية القانونية في العمل اشنو في المرور في التدخل الشعم في المختصة الشعم في هذي شعم مجلة امنية يقول يدور بها الامني يقول يعرف حقوقه وكما يعرف واجباته اذا كان ظلموه يرجع للمجلة واذا كان هو ظلم نرجع للمجلة لانه موش معقول زادة نخليه الشاي مسايب من جهة واحدة لانه انا نضمن حق الامني لكن نضمن حق المواطن اللي غضوة يعتديها عليه امني نفس الشيء كما نضمن هوني معناها الحق الحق نشوف نلقى ثم ايكيتي نلقى ثم انصاف للجميع انصاف الدولة لمواطنيها ولامنيها ولموظفها دونك ياما نعمل مجلة امنية دونك خاصة بالامنيين في علاقتهم بنفسهم في علاقتهم بالسلطات اللي معاهم وفي علاقتهم بالمواطن وفي علاقتهم بالمجرم وفي علاقتهم بالقضاء ها قولو يكون في مجلة امنية الشكودي يعمل المجلة الامنية هذه وكيفش نشوفوها يزمن ناس مختصين فين القانون weldingمديداري وناس مختصين في منخص قانون الجينالي وناس مختصين في local وناس مختصين في حقوق الإنسان oul powell هذا Для الناس ولديناها عنا عامين ولكان حيوارنا عنا عامين هم هي كملت you لالاسف لم يكن هناك لتجاني لم كان لات إرادة وكان لлиш خوف فقط لا وتسويف أعطوا نجدوا أعطوا نعملو لكم أعطوا نوعضوكم أو في جويلة مش نجدوا في جويلة أو بعد ما نرش ولا العودة كذا هذا ما صارش دونك يولي الأمن زاده هو يقول لك أنا كداش أنا نحب نحمي نفسي تحبني نحميك وما نحميش نفسي أخويا هاني أنت محميتنيش حتى أنا ما نحميكش يولي يدخل تدخل في العقلية وفي البروساس وفي المنطق عندك الحق زاده لو أنه ثم دولة لو أنه ثم حكومة قوية لو أنه ثم كتلات نيابية تخمم في الجميع كانت تتنجم تخمم في الصنص هذا هم مش تعمل لك مجلة اللي فيها حقوقك وواجباتك ما عليك وملكاه وقت اللي يتمس تتعاقب يتعاقب اللي يمسك لكن أنت وقت اللي يتمس غيرك تتعاقب نعم يتفاعل يتفاعل تلمة الختام بش تكون عندك أستاذ احنا ثم حاجات عارقة من الثورة إلى الآن في فتر الثورة برشة مراكز ومؤسسات تحرقت واعتداءات على أمنين داخل مراكز الأمن وتعليمات جات نخلي المركز ويمشي هل ما زالت تصلح العقلية هذي خلي المركز ويمشي خلي المركز يتحرق إلى متى لا يقع تجريم هذي 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 لأنه تول يصير تصير مجرد مظاهرة يخرج المجرمين متع الجهة ويمشوا مباشرة المركز يتحرق والأعوان ما عندوش قانون من الجمشي دافع على روحه وعلى المركز يخلي المركز ويمشي يتحرق بما فيه من خسارة للمجموعة الوطنية وبما فيه خسارة من هيبة الأمن وبما فيه وبما فيه وبما فيه يعني لحد أنا مثلا ما جرأة لتحديد راول النقطة هذي كري خط أحمر الولاية أو المركز أو المؤسسة شلي اللي ينجح عملية من جردان لأن العسكريين فهمين خدمتهم اللي تخلوا لاني معناها أصابوه معطاشوا فرصة بش يزيد يواصل يدخل لاخر يدخل لاخر يدخل لاخر يعني هنا مشي ما هيش دعوة لإستعمال السلاح البقر ولكن مش معقول أن المركز لان بعد ستة سنين ثورة أو ستة سنين معناها المركز تتوق عادة تتحرق وتتحرق من ناس ما هماش ناس مجرمين مهربين ناس مجرمين مجرمين بالضبط لونك معناها وينو البرلمان علاش محسمش المسألة هذي هذا هو هذا مطالبنا نفس شيء نعم سيطلح كلمة الختام الكلمة الموجهة سواء كان شبابنا أو رجال الأمن الكلمة اللي يمكن يوجهها الإنسان أنه صبرا الإرهاب رأوا بإذن الله ننتصروا عليه ولا بد من أن الوحدة الوطنية وحدتنا الوطنية تتقوى وخونا الشهيد رحمه الله رأوا في عليين توا ورأنا أحنا الأمنيين والعسكريين رأنا مشاريع شهادة كلنا مشاريع شهادة يجب أن ننطلق من هذا أحنا رأنا مشاريع شهادة لوجه الحماية نعمل بالأسباب نحطاطه ولكن رأنا مشاريع شهادة شكرا لك أستاذ صالح دكتور يوسري أنا دعوتي لزملكم في بعض القنوات الأخرى تلفزية وإداعية بش يكفوا على ركوب على الحدث وعلى ركوب على دم شهيد واستغلال دماء الأمنين بش يوليوا معناها يمروا في سموم كبيرة برشا سموم لخصوم سياسيين هذه الدعوة منبه عليها كافة الأمنين بش حتى حد ما يركب على قضايانا وعلى دمنا من ناحية ومن ناحية ثانية دعوة للأمنين لمزيد التعقد ولمزيد الصبر ولمزيد تمسك بالحقوق معه معه مراعاة أنه زادا كيف كيف لأنه مش معقول الميزان يبدأ مختل كما تطالب بحقوقك كذلك أحف عوانك بش يقوموا بواجباتهم كما تطالب الدولة بش تحميك أنت زادا كيف كيف قوموا بواجباتك في حماية المواطنين والعمل على أسباب الأمن بصفة عامة هذه معناها نصيحتي للوقعين الكل وإن شاء الله يخطو به شكراً ضيوف الحلقة اللي كانوا معنا في زيتونة اليوم الدكتور يوسري الديلي خبير أمني والأستاذ صالح العابدي خبير عسكري سابق مرة أخرى وفي ختام الحلقة رحم الله الشهيد الرأد رياض بروتا ونسأل الصبر والسلوان لعائلته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة